مشاهدين الكرام منشور مسيء للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على فيسبوك هذا المنشور يعني أثار الغضب في الهند وهناك احتجاجات عارمة من قبل مسلمي الهند خلونا ناخد الخبر من الشرق الأوسط اللي قالت في الخبر بتاعها أن هناك ثلاثة قتلة باشتباكات مع الشرطة الهندية احتجاجا على منشور مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما واضح أمام حضراتكم الآن على الشاشة ثلاثة قتلة باشتباكات مع الشرطة الهندية احتجاجا على منشور مسيء للنبي لو تبعنا تفاصيل الخبر مشاهدين الكرام ألاقي أن فيه ثلاثة أشخاص على إقلاق حدفهم في اشتباكات مع الشرطة المدينة اسمها بنجالورو الهندية ده كان في الليل بعد أن فجر منشور مسيء للمسلمين على فيسبوك احتجاجات هجم خلالها المحتجون مركز شرطة وأحرقوا منزل سياسي وعربات والخبر بقيتهم هم رغم محاولة الشيوخ والأعيان في المنطقة تهدية الحجد لكن بيقولوا أن الغوغاء أحرقوا المركبات على الطريق وهجموا الشرطة ولم يجد رجال الشرطة مخرج واضطروا لإطلاق النار وتوفى سلاثة أشخاص كمان فيه في السياق الخبر هنا بيقولوا أن هم تم القبض قالت بأن الشخص المسؤول عن المنشور الموسيقى اعتقل وتم حسف المنشور الذي قيل أنه يتعلق بالنبي محمد ولم تعلق شركة فيسبوك على الأمر يعني تفاصيل كثيرة في الخبر يا شيخ أسام لكن خلونا مشاهدينا الكرام أيضا بعد ما ذكرنا الخبر وتفاصيل الخبر خلونا نروح مع بعض ونشوف بعض الصور كده مع بعض هوت زي ما انت شايفين هوت دي صور من يعني ننتيجة بقى للشبكات اللي حدست بين المتظاهرين وبين الشرطة وقوات الشرطة التي حاولت أن تمنع المتظاهرين طيب نروح بقى الفيديو الناس طبعا اللي طالوا عملوا هذه الانتفاضة انتفضوا بعد أن تم الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم راحوا على بيت الشخص الذي أسأل النبي وأحرقوه زي ما نشوف دلوقتي مع حضراتكم نتالى نشوف شهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا عدة نقاط مهمة أولا مثل هذا الفعل أمر غير مقبول شرعا أو عقلا أو خلقا أو قانونا المفروض أن الناس تتعايش وإذا كنت الطالي تطلب مني أن أحترم القانون فلأن القانون هو الحكم والفيصل بين الناس فكل إنسان لديه ما يقدس ويحترمه وحينما حدث من قبل الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الغربين لهذه حرية فقلنا لهم ليست حرية الحرية أن تنقض أبي في إدارته طول الله أبو كان في إدارة كذا لكن لما تقول لي ملعون أبوك هذا سب حينما تتطاول وتسيء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بأي لون من الإساءة هذا أمر غير مقبول كما يحدث إذا أساء مسلم إلى الأديان الأخرى لا نقبل بذلك يعني بالنسبة لا تظن أننا الموقف لا لو أن الغرب أساء إلى النبي عيسى عليه السلام أنا لا أقبلك مسلم هذا لا يقول شرعا كن رد فعل المسلمين مش متساوي ده لجهلهم لجهل الذي لم ينطفض وإلا الإيمان عندنا لا يتجزأ لا نفرق بين أحد من رسله نحن نؤمن بكل الكتب بكل الرسل بكل الملائكة خلاص فليس عندنا تفرقة بل لا يوجد في القرآن صورة باسم أم محمد صلى الله عليه وسلم ويوجد في القرآن صورة باسم أم المسيح عليه السلام صورة مريم لا يوجد في القرآن صورة باسم أسرة محمد صلى الله عليه وسلم صورة بني هاش لا يوجد صورة باسم أسرة المسيح صورة آل عمران القرآن احترم وقدر ووضع لكل نبي ورسول مكانته في قلب المسلم وفي شعوره وضميره فهذه مسألة لا خلاف عليها أي اتهام أي يعني تجاوز القانون أو النظام العام عليه أن يحمي مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى اضطراب وفوضى كما رأينا ده واحد اثنين إذن ده موقف الدولة أيه موقف الدولة من حيث التقنين من حيث الثقافة من حيث الإعلام من حيث الرأي العام من حيث الآداب العامة بين الناس يكون هناك تربية للناس على قضية احترام مقدسات الآخرين القرآن من عظمته أمر المسلم أن لا يسب الأصنام أيه ليه فيسب الله عدوا بغير علم صنم لكن مدام واحد بيقدسه خلاص يعني أنا مسلم في بلد الهند في بلد بيعمدوا البقر مطلوب منات بحبارة وكلها يعني كل أي حاجة تانية أيه تاكل عجل تاكل جمل تاكل غنم اللحمة ما خلصتش يعني مش هتموت لما كلتوش يعني مدام في بلد فيه هذا الأمر وده بلد يستثير الناس آه على باطل وكذا لكن في النهاية مش هم مطلوب إهانة الباطل بتاعه ده مدام هو يقدسه بالشكل اللي هو يستثيره خلاص يكفي موقفك أي النقطة الثانية موقف المسلم حين يساء إلى مقدساته هل يؤديه ذلك العنف لا هذا العنف مرفوض مرفوض إننا أعبر عن موقفي بعنف نعم هو أساء الأدب لكن التعبير بشكل همجي أو عنف أو غاضب غير مدروس يسيء إلى قضياتي أكثر مما يصلح نعم لو أننا تأملنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلى الله عليه وسلم مع الإساءة إليه بل كيف تعامل القرآن مع الإساءة إلى ذات الله سبحانه وتعالى ما ألشي الروح إثل اليهود ولا النصارى ولا المشركين اللي هم يعني نظرتهم إلى الله نظر مسيئة وقالت اليهود عزين بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله في ألعب من كده القرآن عمل إيه أرد قل هو الله أحد أي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا النحا بس بل هناك أفكار قالها الملحدون والكفار ماتت نعم لكن خلدها القرآن دوانها بحججهم لأن حجج دائما أي ومع ذلك ناقشها القرآن الإمام بالله البعث النشور الجنة النار نقاش طيب النبي على صلاته والسلام صلى الله عليه وسلم أسيئ إليه وقيل في حقه شعرا قال شعر هجاء حشاه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لماذا لم نجد بيتا واحدا دو وحفظ لا عندنا ولعند الخصوم مما يساء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة اللي عملوه أهملوه تركوها تموت أيه وبقيت الأشعار التي يعتذر صاحبها عما قال كعب بن زهير قصدت بنت سعاد بعد 11 بيت تقرأ بعدها نبيت أن رسول الله أوعادني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا رسول الله إلى آخر الأبيات اللي وصلنا اعتذار كعب أيه طب هو ليه كعب بيعتذر لن أبلي منه في إيه إساءة فين الإساءة حدش حفظ حدش يهتم بيها طبعا أهملوها وغيره ممن لم يتب لم يهتموا به ولذلك لن تجد بيتا واحدا محفوظا في دوامين الشعب ولا في كتب الأدب ولا في غيرها خلاص مش موجود فتعاملوا معها بالإهمال إذا كانت قضية تحتاج إلى نقاش ناقشوها فستجد كتبا ناقشت حجج المسيحين النصارى واليهود والمشركين والملحدين والباطنية والقرن وغيرهم إذن الغزال فضائح الباطنية ابن القيم ها هداية الحيارة ابن تيمية أيضا كتب في هذا الأمر حوالي ست مجلدات وغيره وغيره وتجد كثيرا من علماء الإسلام دونوا نعم وردوا الملل والنحل للشارستاني الفصل في الأهواء الملل والنحل لابن حزم الشاهد في هذه المسألة أن العلماء تعاملوا مع مثل هذه الإساءات أو الأخطاء بالمنطق العلمي الرصين طيب يعني إيه من قال لا تظاهر لا تظاهر بس ليه تقدي لتظاهر إلى عنف إلى شكل هذا الشكل التخريف فتضطر شهور تحدي تبقى ذريعة ثم تجد عقلاء يقفوا قدام المعبد بسلسلة بشرية ليه في نضب أي هو المسألة المشكلة إن أحيانا مثل هذا التضارب يتبقى مخترق طبعا واحد في النص آه بس خلاص هو أو الواحد بيرفع الشعار خلاص فاكرين أيام رواية وليمة الأعشاب البحر آه طبعا اللي قاد المعركة ساعتها آه دكتور محمد عباس وبعض الناس وطلع طلبة الله ظهر والمظاهرات والدنيا مين يعرف حيدر حيدر اللي كاتب ولا حد والله فتكرت لما حتى قلت اسمه دلوقت وبعدها ما حدش سمع له عن أي عمل أدب ولا يحزنه طبعا هو سوء أدب من وزارة الثقافة إن بمال الشعب يجاب رواية فيها إساه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي والشعب معصمة أغلبية مسلمة طيب عارف أنه بعدها حد راح للدكتور محمد عمار الله يرحمه قال له من وزارة الثقافة قال له فأنا فيه في الدرج بتاعي خمس أو عشر أعمال بالشكل قال له الله يخليك إيه في العالم الدرج وإسكت ورم المفتاح في البحر آه لا تطلعوها ولا تبعتوها لنا أيو يعني إحنا مش نقصين تستثير الناس ويرد فعل الناس بيبقى عاطفة شديدة طبيعي أصلي اللي بعد النرسى صلى الله عليه وسلم يعني أيو ما طبيعي إن العاطفة تبقى بهذا الشكتب بس رد الفعل أنا مش ضامنه طبعا أنا مش ضامن رد الفعل فلذلك يا أخوانا علينا أن نرشد غضبنا وأن نرشد ردود أفعالنا لك الحق في الغضب لك الحق في التعبير لك الحق لكن في إطار إعطاء نموذج عن الرفض لهذا الأمر لما الدنمارك أساءت أيو والمسلمين أطعوا وضاع الدنمارك أثر طبعا لكن لو لما تقعد تقول وكل اللي كتب إن المحل الفنة تبع الدنمارك ولا الناس تضررت ليه ما واجع لو واجع القرش في إخوانا الاعتراض الحضاري الثقافي العلمي الراشد يوجع طيب كسر له كم محل وبعدين التأمين هي يجدد له وحسن من الله قبل كده إنما لما تقول والله الشركة دي شركة منتجات غزائي شكرا قطعوها رأس المال جبان تمام فإذن هذا تعبير مهم جدا كيف نتعامل مع الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا دقيقا صحيحا موجع لكن مش عنيف تمام يعني رضي خلينا استراجعي مئة مرة بما تغلط ولكن ما يكونش فيه عنف ولا فيه تخريب ولا إضرار بأحد تمام جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح فضلت الشيخ أصام إذن مشاهدين الكرام كان هذا هو الغضب العارم والاحتجاجات التي اشتعلت في الهند بسبب منصور مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نسمح ولن نسمح ما حينا أن يساءل لا لدين الله ولا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا لمقدساتنا يعني الحمد لله هناك غيرة وهناك رجال يدافعون عن هذا الدين وهناك رجال يتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضون أبدا أن نلقى الله عز وجل وقد أسيئ إليه ونحن في صمت